اشتركوا في القناة المناسبة للذكرى 23 مارس الرمزية دياله هو أن الملفات الفساد التعليم السقل الشكلي من جديد كان علنه بأن باقي المغرب على حاله لم يقع أي شيء وإنما باقي السؤال ديال الدموقراطية باقي السؤال ديال حقوق الإنسان باقي السؤال ديال انتخابة نازيها باقي السؤال ديال محاربة الفساد باقي السؤال ديال ظاهرة الاعتقال السياسي مستمرة إذن سنناظر سمرار النضال حتى بناء دولة ديمقراطية في هذا الوطن في إطار الملكية البرلمانية وهناك نبغينا هنا كل الشرفة كل قوى الديمقراطية كل مناظرين كل جمعية المجتمع المدني اللي حضر معنا في هذا اليوم تأبيني لأن السيمو حمد بن سعيد هو رجل ديال الوطن ديال المغرب ماشي غير ديال الحزب ولهذا كل تيارات الفكرية اللي كان في الحل الحسني ولا في الضر البيضاء فهي حاضرة من أجل المساهمة في تأبين أقل شيء ما يدار في حق هذا المناظر الصلب الكبير المشاكس اللي دائما كما كان واحد المقال المشهور عند الصحفي السياسي عبدالعزيز كوكاس هو أن كان البرد المخزاني وكان سكر المغربي والسيمو بن سعيد هو ذاك القالب اللي ما قدرش يدوب المخزان في البرد دياله محمد بن سعيد أي تي الدر هو من رجال الذين مروا من هذا الوطن وخلوا بصمات بالمواقف ديالهم الشهمة والشجاعة منذ الشباب دياله منذ أن كان تلميذا ثم طالبا ثم اختياره الكفاح المسلح عوض العمل السياسي ثم بعد رجوعه من المنفا حيث اختار أن يؤسس حزبا سياسيا هو منظمة العمل الديمقراطي الشعبي واختار العمل السياسي داخل المؤسسات وهو معروف بالمواقف دياله الشجاعة والشهمة في التاريخ أول من ذكر السجن ديال تازمة مارت في وقت اللي كل شي كان خايف أنه يتكلم عليه داخل البرلمان هو إنسان في الحقيقة اللي لا يعوض تاريخ دياله حافل المواقف دياله جد شجاعة والله يرحم السيم محمد بن سعيد أي تيدر والسيم محمد مارس سياسة بأخلاق حاليا الأخلاق وعرف معنى الحياة الحياة السياسية بدون أخلاق لا تعتبر رحم الله السيم محمد بن سعيد أي تيدر وفي الحقيقة مات بن سعيد عاش بن سعيد لأنه كان واحد تل من المولادلين الشرفاء لإخذوا المشعل واللقاء اليوم هو تحت شعار استمرار النضال ضد الفساد والاستبداد وهذا هو البوصلة اللي كانت عادتين محمد بن سعيد ونحن على نهجه سائرون